اشتركوا في القناة شهادتها عن تداول شهاداتنا وشهادات سي اي ساي وعن شراكتنا مع اتحاد شركات الاستثمار وبعدنا بننتقل على الى نقطة متطلبات الهيئة في هيئة الكويت وطلبات الشهادات التأهيلية للوظائف رح نعطيكم ملخص رح حصلنا عليه اونلاين من موقع الهيئة انا بيعرف معظمكم بيعرف هذا الشيء وبيعرف المطلوب بس قلنا انا نوضح الموضوع انه ليش نحن عنا هيدا الجلسة اليوم بنحكي عن متطلبات الهيئة شوي طبعا ما رح هنفوت بعمق كتير عن الهيئة لانه بس في منكم عم يقول الصوات عم يقطع تابعنا رح وقف في عنا شخصان قالوا ان الصوات عم يقطع الباقيين سامعين منيح باس بس بلايجس سووا confirm اذا كمهيمنيك mega galaxy الي سمعني حط اللي بس عشان نعرف ما المشكلة من من جهتنا ولا من غيرتnaires ايه واضح لكان مشكلة من عندكم اااااااا نينو وحامدizing اخر ظاهر من الانترنت connection i did so اول الاجندة اللي عنا اليوم رح تكون اولا رح نبدأ بالمقدمة نعطيك المقدمة عن سي اي ساي وعن تداول وعن اتحاد شركات الاستثمار وشاركتنا معهم. اتنين رح نحكي عن تطالبات الهيئة شهادات للوظائف. تلاتة رح نحكي عن المنهاج هيدا اللي الشهادة بالتفصيل. شو تتوقع من كل فصل اي الفصول الصعبة الفصول السهلة. رح نعطيكم بعض السؤال او سؤالين من الاختبار بس عشان نفرجيكم شو تتوقعوا بالامتحان. نعطيكم سؤال او سؤالين على السريح هايك بكتوب من خط ايدي على الشاشة عشان تشوفوهن. فنفرجيكم الفخ بالامتحان. وبس ننتهي يعني ونفرجيكم شوية ازا في وقت منحكي شوية دمو عن موقع تداول. اه وعن اللي عنده اي سؤال هيدا الرقم اللي حشايفينه على الشيشة هيدا رقم الواتساب الالي ورقم التصال فيكن تحكوني واتساب وتتصلوا فيه بايا وقت وهيدا ايميلي وهيدا موقعنا او فيكن تحكم مع الاخر محمد فوزي او الاخت اه افادوا درويش اه اتكلموهن. هلأ فادوا جربت تعمل تشات بس الظاهر ما قدرت تعمل تشات اه ما قدرناش اه محمد فوزي من الاتحاد. ازا معنا في مجال بس تعمل تايب هلو او هاي عشان نعرف ازا انت معنا ولا لا. ممتاز. محمد معنا. اه محمد بتحب تحكي شي ولا ازا بتحب انا كفي بس اللي كونتينيو ازا بتحب انت تعمل تايب شي او تقول شي اللي ازا بتحب تحكي. طيب. نكفي لكا. المقدمة. نبدأ عن السي اي ساي. السي اي ساي ابتدأ بمعهد اسمه اي اس اي. ما كان عندهم السي. اه 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 اه. اسمه انستيتيوت اف سيكورتيز ان انبسمنت. التسعينات. ما حصلوا على تشارتر ديالي هو الشكل القانوني من الملكة اليزابيث اه في اول الالفين. اه من وقتها صارين عرفوا اه بشهاداتهم بشكل اوسع. هلا. السي اي ساي بيشبهها كتير بمعهد السي اف اي. اه بامريكا. سي اف اي شهدات امريكية. السي اي ساي شهدات بريطانية. نبدي على السريعة. ازا 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 في حرفيكو اناخد السي اف اي بيعرف انه السي اف اي مكونة من ثلاث مراحل سي اف الابل وان تو ثري. والشهرات بتناخد مرتين بالسنة بشهر ستة بتاع حزيران او بيونيو. اه وباخر السنة بديسمبر. السي اي ساي كمواضيع بشكل عام نفس مواضيع السي اف اي ما بيختلفوا كتير. هلا السي اف اي بفيتين بعمق شوي ببعض المواد. السي اي ساي شو سووا بدل ما يعملوا الامتحانات مرتين بالسنة? سمحوا للتلامي باي يوم. اولا. تانيا السي اف اي الامتحان بالالم رصاصه بالورقة. سي اي ساي الامتحان على الكمبيوتر. تالتان بدل ما انت تدرس ستة اشهر بعمق عن الاقتصاد والمال والمصارف واللس اثمارات وكذا كذا سي اسمتهم. يعني مثلا خلت الدريفاتيفز يكون شهادة. خلت الاسلاميك فانانس يكون شهادة. خلت الكليرين انساتلمنت تكون شهادة. فكل موضوع عن فانانس بشكل عام سياسي خلت تكون شهادة. هيك الواحد بيختار سوء المنهاج اللي بدي يمشي عليه. والخط اللي بدي يمشي. ولهيدا السبب السي اي ساي صاروا كتير بوبيلر وصارت حالة متحب تخده. هلا. عندهم تقريبا هنا ستين او سبعين شهادة باعت ادي السي اي ساي بلندن. بس بالشرق الاوسط من ضمنها الكويت والامارات. في تقريبا ستة سبعة ثمان شهادات معروفين. اكثر شهادة معروفة. ومستخدمة بالشرق الاوسط هي الشهادة اللي نحن نحكي عنه اليوم هي شهادة مقدمة في الاوراق المالية. هيدا تشكل القاعدة لكل الوظائف الاخرى. يعني مثلا اذا انت بروكر او اذا انت برايفيت بانكر او ويلف مانيجر او او اذا او اذا انت بالباك اوفيس الرسك او بكليرين او ساتلمنت او انت انفاستمنت مانيجر او فون مانيجر بشكل عام مطلوب ملك الهالوظائف المختلف في انها تاخد هيدا الشهادة المقدمة. اللي تعتبر الاساس. هلأ بس تنجح ها ان شاء الله تطلعوا على المرحلة اللي اعلى البروكر بياخد الشchio المختصة بهالبروكرز والبرايفيت بانكر بياخد الشاجة المختصة بهالبرايفيت بنكين والانفاستمنت مانيجر بياخد الشاي المختصة بهالبرايفيت بنكين في الحالك بس الكل بيبدأ من هل الشه echoes هذا. هلأ في بعض التلميذ بيقولوا انه سهلة نعم فأصلا هلي عنده عبارة بلستثمار بالانفاستمار وبالبروكرز نعم. باشي كتير بالكتاب من preciso عليكم. المرحلة وسهلة عليكم كتير. لماذا لدينا هذه الجلسة اليوم؟ لماذا لدينا هذه الشراكة؟ لأن اختبارات C.I.C.I. على فكرة صرنا ست سنين من علم C.I.C.I. وشهدتها 2000-3000 تلميذ قليل ما حدا يجي إلا الامتحان كان صعب، إن كان هذا الشيء أو غيره، الكل بيقول نفس الشيء، بيقول شغلي واحدة، إنه The exam was tricky مخادع، يعني بتطلع عنتي على السؤال، بتطلع عنتي على الأجوبة، أجوبة كلا مثل بعض، تحتار شو بتختار، هذي مشكلة السياح الحاجة إلى جلسات تدريبية إن كانت بالصف أو إن كانت أونلاين، ليست فقط إنه نحن نعطيك العلم، معظم العلم عندك، وفيك تقرأ الكتاب إنت، نحكي لبعد شوية عن المنهاج والكتاب الحاجة لهذه الجلسات إنه نحن نفرجيكون، وين CISI بتركز بالامتحان، وين بيجوا الأسئلة والأفخاخ بالأسئلة لهذه السبب تحتاجوا عالة للدورات، ماكي بس أونلاين ولا بس بس لا تستهلوا في إمتحانات CISI حتى لو كانت سهلة مثل هذه المقدمة أو حتى كانت أصعب، لا تستهلوا فيها أبداً، ممكن أنت بكل خبطك، أنا شفت عالم عندها CIF3 يعني، يعني واصلين، وبيخدوا إمتحانات CISI وبيرزبوا، يعني أنه بيعرفوا أكثر من موجود بكتاب، ليش؟ لأنه أول شيء ما فعلوا إمتحانات، ما فعلوا تمرين، أسئلة، ثانية ما حضروا المحاضرات، ما ما عرفوا وين CISI بتركز وما عرفوا الأفخاخ بالامتحان هذه مشكلة السؤال، بس الأفخاخ والتركيز، وتكون أنت عم تقرأ الكتاب بشكل عام بأشي كتير تقرأها بتفكرها أنت بتعرفها، وأنت بتقفل فقرة، بتقفل صفحة، ويأتيك سؤال بمطرحة بزاوية منها الصفحة بأحد الأسطر اللي أنت مش منتبه معروفة CISI بها طريقة أسئلتها، أسئلتها ما بتجي سهلة ومعروفة، أسئلتها بتجي على نقاط CISI بتعرف أنك أنت بتكون تجنبتها أو ما قرأتها بالكتاب ولهذا معظم البورصات والحكومات والهيئات والبنوك والشركات الاستثمارية والصناديق، إذا ما بتصبح تسوي CISI training بتختارنا تداول أكاديمي عشان، إحنا منساعدهم بهذه النقاط، مش نعلمهم، إحنا منساعدنا نسجحهم كلب الآخر، إنتوا بتعرفوا كل الأشياء، الأسهم والسندات، شغلتكم، بس إنتوا مطلوبكم تأخذ امتحانات؟ وتنجحون، هالأد، نحن منساعدكم إن شاء الله تنجحون اتحاد شركات الاستثمار، الأخت فدوة والأخ محمد، اجتمعنا فيهم نحن قبل موضوع الكورونا هذا بشهر واحد وقعدنا ودرنشنا مع أستاذ صالح كمان، اللي هو رئيس الأكاديمي واتفقنا إنه صور في شراكة، صور في شراكة بين الاتحاد وبين تداول أكاديمي تداول نحن عنا المواد والمحاضرين والخبرة بالCISI واتحاد شركات الاستثمار بتعرفكم، بتحكيكم، تقدر تصلكم فالشراكة بشكل عام كانت إنه اتحاد شركات الاستثمار عندها شركات هاي اللي أنتم منضمها، أعضاءهم، محتاجين يخدوا شهدات بدون مساعدة طلبت مننا، طلب مننا الاتحاد إنه نحن نجح نساعدكم في هذه الدورات وفي الأونلاين أكسس المنصة التعليمية اللي إلنا، طبعا نحن ما نعطيها أكسس لمن مكان، العضوي المغلق للمنصة بس مشاركتنا مع الاتحاد طلبوا مننا الخطفاء بولو الأستاذ محمد إنه نحن نعطيكم عشان نشوفوا الديمو على صغير، إذا بتلاحظوا لما عملتوا ساين إن مش كل الموقع مفتوح، بس بعض الإشياء بعض الملفات، البقين أغلقناهم، هذا لأنه بعدنا نحن مبلشنا في هذا المنهاج معكم، بس إن شاء الله نخلص من هذه الجلسة، وتقعدوا أنتم والاتش آر، وتقعدوا مع الاتحاد الهيئات، وتنسقوا، من نسق كلنا مع بعض مدة الدورة القادمة إن شاء الله، نفتح لكم الموقع على وسعه، وبتشوفه نحن نشوفه إذا هنكن أي أسئلة أو أي مشكلة أو أي feedback، أنتم فيك تكلموا محمد فدوى أو فيك تكلموني، طريبا نحن نفس الشيء هيدا المنقدمة، أبما نكفي محمد عم بيقول نحن سنقدم الشهادة كاملة، نعم، نقدم نحن بعشر عم يسأل ولا عم يعلم، إذا كان عم بيعلم بعتد عم يعلم نينو، عم يعلم إنه نحن نقدمها كلها، مج بس هيدا الشهادة، نحن نقدم كل شهادة بس تخلصوا هذه الشهادة فيه شهدات أخرى، زي ما نشوفها للمتطلبات الهيئة فيه شهدات تانية باكن تغير، ساعدكم فيها كلها إن شاء الله إلي عنده أي سؤال يطرحها دغري بالتشات، ما ينطرني وقف، أنا ما رح وقف، أنا عم رأي بالتشات هون على يميني عند التشات اللي عم بيت أبعينها قدامي، إذا ما بشوف ولا سؤال رح كفي، ما تنطروني وقف، إذا عندك سؤال دغري حطه وبجواب لك عليه، فنروح لنقطة متطلبات الهيئة، تعرفون الطالبات أنتو، بس لنذكركم فيها، القرار رقم مئة وخمسة وعربعين من السنة الماضية، قررت الهيئة التالي، هذا منسوخ من قرار الهيئة، يدخل مشروع الاختبارات التأهلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد سي آي ساي، حيز التنفيذ، اعتباره من تاريخ ثلاثين سبتمبر الفين وتسعة عشر، ولهذا السبب بتذكر، لما كنا بنحكي مع فدوة محمد، قالولي أنه الدادلاين يقول لكم أنتو واحد أكتوبر الفين وعشرين، عشان تنهو الشهادة، بس ما بعرف هذا الدادلاين اللي هو واحد أكتوبر الفين وعشرين، هل لكي تنهو هيدا الشهادة مقدمة، أم لتنهو جميع الشهارات، هذا ما بعرف، وبتحكوا أنتو مع الهيئة، وبتنسقوا مع محمد، وبتوضحوها، ولكن زي ما شفت بالقرار، اعتبارا 31 ديسمبر، بلش هذا مفعول القرار، والعنكم الدادلاين واحد أكتوبر، من خلال برنامج المؤهلات المهنية، الوارد في المرحق رقم ثلاثة، المرحق موجود بالقرار، إذا بدكم نسخة عن القرار البي دي اف، بحط لكم يا على الموقع، وبحط لكم يا إيميل، المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف، واجبة التسجيل، بدأ الشخص المرخص له، وفقا لقواعد الكفر، ما عم بتحاوة تقول لكم الهيئة؟ السوق بدنا نرفع له المعايير، بدنا نرفع له المعايير، بدنا نرفع له المعايير، خويت مش أول دولة، الإمارات هيك هنا، هناك مشكل كثير بالإمارات، يعني حتى لو ما فيش مشكل، بشكل عام السوق المالي، الاستثمارات والبنوك، يجب يلي عم يشتغل فيها يكون مؤهل يكون عنده شهدات، احنا معروفين بالعالم العربي، حتى عندنا ببلدنا بلبنان يعني، مش الكل عنده مؤهلات، انت بتقربه للمدير، انت بتعرف صاحبك بيشتغل بالشركة، بي يعطيك وبيعلمك انتوا بالشركة، خيرا ما بيسوك، يا ما، وبعدنا هون بالإمارات نسمع عن الميس سلم، منتجات بنكية استثمارية تأمينية تباع للأفراد غير مناسبة لهم، بيجوا بيلبسوا الفرد زلامي أمره باستثمارات على مدى السنين وبيخسروهم، الهيئة كان بالإمارات أو بالكويت عم تحاول أن ترفع المعايير، نتعلم عشان بالآخر اللي اللي عم بيشتغل بهذا السوق ما يقول أنا ما كانت عارف على فكرة ما بيعرف إذا حكت معكم الهيئة بهذا الموضوع أو 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 قالوه بالبريس كونفرنس يعني بالمؤتمر الصحفي بشكل عام هنا في كل الدول حول العالم من ضمن هالإمارات لما تخلص انت هالشهيدات المطلوبة منك شهيتين تلاتة أربعة خمسة لا في في بعض الوظائف عنا هون بالإمارات بدها تلاتة تلاتة شهيدات في بعض الوظائف بدها أربعة شهيدات مهم بس تخلص انت من الشهيدات انت ما انتهيت من السيايسي انت بقى صعف وما انتهيت من الهيئة خلصت للشهادات حصلت انت على الرخصة انت لايسنست براكتيشونر حصلت على الرخصة سير سنويا لازم تجيب تلاتين ساعة أربعين ساعة تعليم ما بعفزها لهي قبل الكوات حكتكم ما بعفزها لهي قبل الكوات راح اصلا تطبق هذا الموضوع بس انا بعرف انه بمعظم الدول حول العالم اللي عندها هيك مؤهلات متل كونت راح يطلب منها انه يكون في سي بي دي خلصتوا من الشهيدات هلا مطلوب منكم سي بي دي التعليم المهني المستمر بكل سنة لازم تفرج الهيئة انك انت تعلمت تغلى جديدة لازم تفرجيها تلاتين او اربعين ساعة من التعليم ممكن تكون شهيدة سيافي ممكن تكون سمينار ممكن تكون كونفرنس روحت عليه ممكن تكون اي ليرنينج زبط لك دورة مش مشكلة بدك تفرج الريجوليتر انك انت خلص شهيدات السياي ساي بس بعدك عم تتعلم سنويا هيدا الحال في الامارات ومعظم دول العالم ما بعرف ازا هيدا الحال بالكويت اذا لم يكن هذا الحال في الكويت ممكن هلا مؤقتا بس رح يجي وقت تطلب منكم هيئة هذا التعليم تتوقعوها انتو رحيتكم التعليمية بلشت ما رح تنتي الا اذا انتو قررتوا تطلعوا من هذا القطاع الاستثماري المالي ريجاع لكم بس ما زلكم القطاع المالي رح يطلب منكم تعليم مستمر طيب اه لنشوف الاسئلة على حسب الوظيفة المسجلة نعم احمد اه يعني امتحان السياي ساي يدفع للاشخاص الى تخصصهم مثل التمويل نعم اه انت حسب تخصصك بيطلب منك الشهادة تكلم الهيئة بعد الموضوع اه كل واحد حسب شو الجوب تايتول المسمى الوظيفة مطلوب منه الشهادة لتزم يخذها هلا بنشوفها بالمتطالبات على الصفحة التانية طيب هيدا كله من الهيئة برنامج المؤهلات المهنية في المؤهل الفني اللي هو هيدا هيدا الشهادة هيدا الشهادة الكواليفيكيشن يعتبر المؤهل الفني اللي هو بالانجليزي من الا المقدمة في الاوراق المهنية للاستمار هيدا يعتبر المؤهل الفني في دولة الكويت احنا بنحكي بشكل عام فهمنا من الهيئة طبعا انتم بالاخر لازم ترجع للهيئة وتسألوها ما لازم تتكلوا علينا او على اتحاد الاركات للاستمار طيب احمد عمقول التمويل يقضل لتعليمات البنك المركزي وليس الهيئة نعم طيب نقطة مهمة جدا شكرا لسؤالكم قبل ما ننتقل اه حلو نفتح هذا الموضوع انا راح افتح صفحة جديدة هون ونحكي شوي عن السوق البريطاني السوق البريطاني عندك انت البنك المركزي اللي هو بانكو في انجلاند اللي هو مسؤول على رقابة البنوك والتأمين وفي عندك اجيار رقابية الاخرى اللي اسمها الاف سي اي في الفينانشال كوندوكت اثوريتي مسؤولة على رقابة الاستثمارات انفستمينت ماركت كابيتال ماركت والبروكرز وكذا كذا كذا هيدا الشيء واضح في السوق البريطاني هون طبعا نحنا عنا هون في الامارات عندك البنك المركزي يلي هو سنترال بانك اف دي يو اي اي وعندك اسكا يلي هي الهيئة وانتو عنكم طبعا نفس الشيء في الكويت ولكن ولانه يحصل على الكثير من الغش السوق شو صار ببريطانيا صارت هذه الهيئة اللي هي المسؤولة عن منتجات الاستثمارية صارت مسؤولة عن شي اسمه كوندوكت كيف تنفعك بانك افضلاتك هل تنفعك افضلاتك افضلاتك مش مهم اذا انت تحت البنك المركزي ام اذا ما زالك عم بتبيع منتج استثماري مالي تأميني الى عميل انت رح تراقبك الهيئة هيدا الحال في بريطانيا وهيدا الحال في الامارات هناك في كتير عالم موظفين بالابنوك هلا بيبيعوا مثلا منتجات بنكية بلك نحن بنقى تحت السنترال بنك شو دخل هيدا الاوراق المال لا مبلد دخلها هيئة اوراق المال اسكا هي عم تجبر جميع عم بتضغطه شراكي صار بين الهيئة وبين السنترال بنك انه الكل بده يرفع من معايير موجودة بالدولة فهي اللي بيقول انه منتجاتنا بنكية تقع تحت البنك المركزي وليس تحت الهيئة نعم انا معك ولكن اذا مش موجودة راح تصير راح تتشارك الهيئة مع البنك المركزي وسيطلب من كل الموظفين في البنوك والاشتراكات الاستثمارية والبروكرز انه ياخدوا هيدا الاشتراكات عش في منها انك انت تقع فقط تحت السنترال ببريطانيا تموهم ثوين فيك يعني صارت الشركة البنوك والشركات الاستثمارية عندهم اثنان جهات رقابية بنك المركزي والهيئة طيب منتجات التمويلية يعني عم تشعر متبيع مورجج يعني راح نعقارة راح نسيارات كارير كارد في راجع لسنترال بنك والبنك اللي انت موجود فيها الهيئة بكنت اسألوها هل نحن نقع تحت الهيئة ام لا اللي انا بيعرفوا انه ايه لازم حتى لو انت بتشتغل بالبنك اذا مش هلأ راح يجي وقت والهيئة راح تراقب علي نكفي بعد الامتهاء من الدورة الاتحاد سيتابع معكم ويساعدكم في التشجيد للمركز الاختباء نحن نحكي هلأ على الامتحاد ان شاء الله كيف الاختبار والتعليم بس عطونا شيء طيب المؤهل الفني هو هاي الشهادة اللي هي المقدمة في الاوراق المالية عندك المؤهل للرقابة كل دولة سي اي ساي عملت شهادة خاصة للدولة في قوانين الدولة نحن عندنا شهادة اسمها شهادة شهادة اللوائح والانظمة المالية في الامارات نفس الشي عندكم انتم بالكوات اللوائح والانظمة المالية في دولة الكوات هاي دي الشهادة بكتخدوها هاي دي الشهادة تم اطلاقها يمكن من كم اسبوع الشهر الماضي اطلقوها يعني نحن هلأ عم ندرسها وعم نحاول ان نساعدكم فيها ولهذا السبب نحن ما نطلب منكم هلأ تاخد هاي الشهادة الرقابية نطلب منكم تبدأوا بالشهادة المقدمة اللي هي اللي هم نحكي عنها لا المؤهل للرقابة شهادة الانظمة المالية في دولة الكوات تركوها لبعدين ما تستعجدوها بيجي يوم ان شاء الله بتخلصوها المؤهل التخصصي هيدا لكل لكل وظيفة عندها الشهادة اللي ازا بكتخدها انت ازا خلصت المؤهل الفني فيك تروح للمؤهل الرقابي او فيك ما فيش انه او الهيئة ما باعت ايدي بيطلب منك آآ آآ لازم تبلش هون مثلا وتروح هون وبعدين تيجي لهون ما باعت ايدي بالامارات مش موجودة فيك تبلش وما بدك تبلش باي الشهادة بدك وتنتي وما بدك مهم تاخدهم كلهم احنا مستحقوا تتركوا المؤهل الرقابي للاخر فبعد المؤهل الفني اللي هي هذه المقدمة تغلو المؤهل التخصصي ليش لانه المؤهل التخصصي فيه خصائص من المؤهل الفني فيه فصول في شهارة المؤهل التخصصي فيه فصول بتيجي من المؤهل الفني فاذا انت اخدت المؤهل الفني هذه المقدمة شهارة المقدمة راح تلاحظ المؤهل التخصصي صار اسهل لك بكتير كتير اسئلة بتيجي بالتخصص جاي من المؤهل الاساسي اللي هو مؤهل الفني. فلما تخلصوا من المؤهل الفني منصحكم تروح للمؤهل. مباشرة تخلصوا من التخصصي بتروح للمؤهل الرقاب. طيب المؤهل الفني نحن بنعرفه. كهادة مقدمة. مؤهل الرقابة نحن بنعرفها. كهادة الانظمة المالية في الدولة الكويت. شو هو المؤهل التخصصي يعتمد على وظيفتك? بدك تحكي مع الهيئة او بدك تشوف الا بالصفحة القادمة صفحتان القادمين ان شاء الله او على موقع الهيئة. فيكن شوفوا شو المؤهل التخصصي لوظيفتك انت. نكفي. طيب شوف هاي صفحة كمان من الهيئة. الموظف المسؤول. مسؤول المطابقة والالتزام. شو الشهادة لازم ياخدها? لازم ياخد المقدمة في الاوراق المالية اللي عم نحكي عنها اليوم. هيدا سميه المؤهل الفني. لازم ياخد قوانين ولوائح الكويت. هيدا المؤهل الرقابي. ولازم ياخد شهادة الالتزام المالي العالمي. هيدا المؤهل التخصصي. شفتوا كيف? حسن ما انا مشايف. كل وظيفة مطلوب منها ثلاثة. لنعطيكم فكرة على السريع. اذا في حدا منكم هون بالباك اوفيس. لازم تعرفوك التالي. اولا. مقدمة في الاوراق المالية والاستثمار كشهادة وكاختبار وكمواد واسئلة وفيديوهات ومحاضرات يوجد منها في الانجليزية وبالعربية. نحن هلا حاليا نحكي عن العربي بس ياللي بدو ياخدها بالانجليزي في ياخدها بالانجليزي اذا بدو. قوانين ولوائح الهاية الكويت في منها بالانجليزي انا حسب علمي وفي منها بالعربي. لانه بالامارات في منها بالانجليزي وفي منها بالعربي. الالتزام المالي العالمي او ما في منها بالعربي. الشهادة الاخرى هون يلي مطلوبة من مسؤول الريسك ادارة المخاطر والتدقيق الداخلي مطلوب منهم الشهادة الثالثة المخاطر في القطاع الخدمات المالية اللي هو هيدي الشهادة ايضا في الانجليزي فقط. ما في منها بالعربي. طيب مسؤول التدقيق الشرعي هذا للتمويل الاسلامي. لازم ياخد اول الشهادة اللي هو مؤهل الفني اسمه اسس التمويل الاسلامي. هيدي في منها بالانجليزي وفي منها بالانجليزي وهذا بسيطة جدا صراحي يعني. قليل جدا اصلا ما يتعذبوا فيها التلاميذ. وبس يخلصها لازم ياخد قوانين ولوائح زيه زي اي تاحد تاني. وبس يخلص لازم ياخد مؤهل في التمويل الاسلامي او الاسلامي فاينانس كمان في منه بالانجليزي بالعربي. في يلي يقع تحت التمويل الاسلامي اه الشهادات يلي بدوا ياخدها كلها موجودة بالعربي وبالانجليزي. ولكن الذي يقع تحت الالتزام او ادارة المخاطر والتقيق الداخلي اه في بعض الشهادات لازم ياخدها بالانجليزي لما هرب لانه السي اي ساي ما عندها الاختبار بالعربي وما عندها الكتاب بالعربي وما عندها اسئلة بالعربي. وتطورت ياخدها بالانجليزي. فنحن عنا المواد لان ساعدكم. بس عملكم ان هلأ تحسبوا حساب انه اه تفكروا الادام وتخططوا. انه حتى لو اخدتوا هذه الشهادة بالعربي هذا لا يعني ان جميع الشهادات اللي تاخدوها كلها رح تكون بالعربي لا. في بعض الشهادات قد بالانجليزي. نكفي. نشوف بعض الانشطة الاخرى بسيط بروكر. اه في البورصات المالية. اه لازم ياخد اسس الخدمات المالية يلي هي الفوندمينتالز اوف فينانشال سيرفيسيز. شهادة اقل من هذه الشهادة اللي نحن بنحكي فيها هلا يلي المقدمة. عارة بشكل عام مثلا اكتوب الكنياب الانجليزي تبدأ السي اي اي ساي كالتالي. انت تبدأ بالفوندمينتالز. يلي هي الاسس. هاي دي الشهادة بسيطة جدا تعطى لتلاميذ الجامعة. يعني اصلا هون بالامارات ما بياخدوهاش. يعني وات از بينك واتز بروكر واتز ماني. اشي بسيطة جدا. ولكن باللي كويط طالبينا طالبينا. هاي دي شهادة الاسس او الفوندمينتالز. عالة اعلى منها في عندك المقدمة اللي نعم نحكي فيها نحن هلأ اسمها المقدمة في الامارات. اللي هي اكتر شهادة مستخدمة في العالم العربي. بتخلصها تطلع للشهادات اللي اعلى منها. شهادة الالتزام شهادة التمويل الاسلامي شي راجع علاجة. هلأ. للوسيط البروكر مطلوب منه الاسس. زي ما شفتوا انتم هون. انا مش شايف مطلوب منه المقدمة. فالمقدمة اللي بنحكي عنها مش مطلوب منه. مطلوب منه اسس الخدمات المالية. اللي هي اقصد شهادة سهل جدا. مطلوب منه قوانين ولوائح دولة الكويت. ومطلوب منه للأسف اذا فيه منكن بروكر وانبسط ما ينبسط. لانه مطلوب منه شهادة الاوراق المالية اللي هي اصعب شهادة للسي اي ساي. فيها اعلى نسبة رسوب في العالم. فانا بنصح اذا فيه بينتنا وسطاء. بروكرز. اذا خلصت قصص الخدمات المالية ما تروح مباشرة للأوراق المالية. على فكرة. قوانين الكويت تختلف عن هذه الشهادة. مؤهل الرقابة يختلف عن هذه الشهادتين. هول الشهادتين عادة الاولى الشهادة الفنية والتخصصية بيكونوا مرتبطين. بيكون في فصول مشتركة من الاتنان. ولهيدا السبب نحن بننصح انه اذا انت ابتدات هون وخلصت ونجحت دغري روح للمؤهل التخصصي. اترك الرقابة لبعدين. الاوراق المالية كمؤهل تخصصي صعب جدا جدا جدا. جدا. اصص الخدمات المالية ليس شهادة اصعفا. اصص الخدمات المالية لا لا تجهزك بالاوراق المالية. شهادة الاوراق المالية. فاذا انت اخلصت ونجحتها احنا بننصحك خد شهادة المقدمة. نحن نحكي عنها. بتسهل لك شوي شهادة الاوراق المالية. شوي بتسهل لك يا. هاي دي الشيدي اصص الخدمات المالية ما بتسهل لك. لانه ولا شي بسيطة هالي الشيدي. ده في بيانتنا وسيط. خلصت هذا. منصحك خد المقدمة. قبل ما تروح للاوراق المالية. اصعب جدا. طيب الاستثمارات محافظ صناديق استثمارات جماعية. اه تقويم الاصول. مطلوب منهم المقدمة. نحكي عن احنا هلأ. واللوائح الكويت. مطلوب منهم الشهادة الدولية في ادارات الثروات والاستثمار. او الانترناشنال. هادا جميلة جدا. من الشهادات اللي بيحبوها التلاميذ كتير هاي دي الشي. اي سي دو اي اي ام. في منها بالانجليزي. منها بالعافة. اعرفك الاوراق المالية في منها بالانجليزي. وبالril yeah a فيه بينتنا وسطاء او قالوا اخداء بالاعربي اسهل لا. نسبة الرسوب بالاعربي اكتر من الانجليزي. وهي عندك مصطنحات يعني مثل. مثل منتل الا اتسهارة الاوراق المالية هي كيف هي اكتر شي عن اسواق الاولية والثانوية. يلي هي الاي بي اوز ما الاي بي اوز وادراج اسهم والساناتات وكزا. فيمنا بالانجليزي يا فيمنا بالعرابي. تيرا اجاعلكم بتكونيها بالانجليز بتكونيها بالعربي انا احنا ما منصحكم تاخدوها بالعربي حتى لو كانت انجليزي كونه ضعيفة منصحكم تاخدوها بالانجليز. بس من هلالوقت ان شاء الله منيحكي ببنى. اي سي دابيو اي ام شهر الدولية في ادارة التطربات والاستمار في منها انجليزي وفي منها. وكي الاكتتاب مطلوب منه المقدمة مطلوب منه اللوائح مطلوب منه الاسس الفنية لتمويل الشركات يلي هي التكنيكال فونديشنز هيدا انجليش اونلي ما في منه عارب. طيب نشوف بعض الاسئلة هل المحاضرة مسجلة يمكن نعود لها لاحقا نعم حسن كل جميع محاضراتنا كلها الانلاين كلها مسجلة ان كانت هيدا او ان كانت المستقبلي حتى الماضية كلها مسجلة. احنا ممنون صح انك انت تحضر مسجل ان احنا منفضل انك انت تكون مباشرة وتطرح اسألة. بس نعم مسجلة. الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي يوجد منها من يقضع للهيئة في امور محددة. مثلا لو كانت تلك الشركات مدرجة في البورسة احسنت احمد نعم. ولهذا السبب لان معظم البنوك مدرجة في البورسة معظمها مدرجة في البورسة. ولهذا تقع في الرقابة تحت البنك المركزي وتحت الهيئة. دقتا مهمة. شكرا احمد. طيب نكفي. وكي الاكتتاب بدي اخذ المقدمة. هايدي كمان زي ما قلنا في منها انجليزي وفي منها عربي. خوانين ولواقع في منها انجليزي وفي منها عربي. وعندك الوسص الفنية لتمويل الشركات اللي في منها انجليزي فقط. انجليش انلي. طانع سوق الماركت ميكر نفس الشيء المقدمة. خوانين. الاوراق المالية اللي هي شهادة صعبة جواي بس في منها انجليزي والعربي. حكينا عنها قبل شوي. مستشار استثمار رئيسي. المخاطر في قطاع الخدمات المالية. شفناها بالصفحة السابقة. هايدي فقط انجليزي. كمان فقط. نكفي. طيب. نحن نكون انتهينا من متطلبات الهيئة. في حدا عنده اي سؤال عن متطلبات الهيئة قبل من فوت بتفاصيل عن هذا المنهاج وعن هذا الكتاب وشو تتوقع بالامتحان. اي سؤال اخر؟ ما في اسئلة نكفي. منهاج شهادة المقدمة في الاوراق المالية. هذا الكتاب او هذا الاختبار مكون من تسعة فصول او تسعة عناصر. بعض الفصول قصيرة وبعضها طويلة جدا. بعض الفصول سهلة وبعض الفصول صعبة نسبيا. خلينا نقلكم شو السهل وشو الصعب وشو تتوقعوا من كل فصل. اولا الفصل الاول او العنصر الاول. تستخدم كلمة العنصر الاول والفصل يعني. الفصل الاول قطاع القادمات المالية. فصي جدا جدا جدا. ممكن يجيك سؤالين بالامتحان منه على فكرة بالكتاب او حتى ينكي بالمنخصات اللي احنا عنا. نحن نحط لكم في بداية كل فصل كم سيأتي منه اسئلة موجود. بعتد الفصل الاول قطاع الخدمات المالية فمنه يمكن سؤالين ثلاثة. شو في هون ما في شي. هون عم بيعرفوك عن الادوار في الخدمات المالية. شو دور القطاع التجزئة. الريتل بانكين. الهولسيل بانكين. انفاسمت بانكين. شو دور الانشورنس. ادوار عم بيعطوك ملخص او مبدأ في القطاع المالي. بسيط جدا. هيدا يصار له شهر بيشتغل بالقطاع المالي. لازم يحسوا له هيدا تهل. طبعا. عم يقول لكم فيكم تتجنبوه هم تدرسوا لا. ببعض الاسئلة اللي بتيجي منه. عارة تنسيها يا ساي. بقسينا نحن بتركز على الكستوديان بانكز. اللي هي البنوك الامينة او الحافظ الامين بيقولوله بالكتاب او الامناء. الكستوديان زالين المسؤولين عن طبعا الاسهم والسندات تحويلها. او بيركزوا على الانبسمنت بانكز. ليش? لانه يلي عم كون عم بيخد هال الشارع وبيكون جديد بالقطاع المالي. ما بيعرف الفرق بين انبسمنت بانك وريت البانك. بيفكر انه انبسمنت بانك لانه بانك بيعطيك تشكات وبيعطيك كروض وبيعطيك كذا كذا كذا. لا. انبسمنت بانك طبعا هو مسؤول عن كوربيت فاينانس وعن الادراجات وعن الادفايزري. كستوديان بانك شو وظائفه وشو مش وظائفه. اي من التالي ليس احد ادوار او وظائف شركات الحافظة. الحافظة الامينة. سهل من ساعة تكون فيه. العنصر الثاني البيع الاكتصاد. بس نحكي هون على الاكتصاد بس نشوف اذا في اي اسئلة. سؤال. هل من الممكن ان يتقدم المشارك للحصول على المقدمة مباشرة من دون فوندمينتالز نعم. السي اي ساي ما عندها. ما عندها. الا از انك تروح لفل فايف و سيكس هذا الهاي لفل ايه. بس المراحل اللي هلا موجودة بالشرق الاوسط اللي هي الليفل تو. اللي انت هالشير اللي عم تحكي فيها. الليفل ثري والليفل فالشيرات الاعلى. لا ما في تروح لها مباشرة. فيك تحجز الامتحان انت بدك وتروح لها. العنصر الثاني البيئة الاكتصادية او الاكتصاد. ما بنحكي يلي ما يخد منكم الاكتصاد بالقبل بيع في انه اساس الاكتصاد هو العرض والطلب مش موجودين بهذا الكتاب موجودين بشهادات اخرى. بهذا الكتاب البيئة الاكتصادية انت عم تحكي على انواع الاكتصادات. الاكتصادات الخاضعة للدولة الاكتصادات الحرة والمفتوحة كذا كذا كذا. بنحكي عن ادوار المصارف المركزية. بنحكي عن الناتج محلي الاجمالي. جي دي بي. هيدا هو الفصل التين. قبل ما ننتقل انا بداعطيكم سؤال على السريع من الاختبار. لفرجيكم كيف ممكن تيجي الاسئلة ولفرجيكم كيف يجي الفخ بالان. انا قلت لكم انه في البيئة الاكتصادية رح نحكي عن دور المراكز المصارف المركزية. سنترال بنكس. نشوف سؤال على السريع. طيب اي من التالي لا يقرد. طبعا نحن بنعرف انه البنوك المركزية احد وظائفها هي ان تقرد البنوك في الدولة. يجي بنك بده مصاري. البنك يا بياخد من عملائه يا بياخد من بنوك اخرى في الدولة يا بياخد من السنترال بنك من البنك المركزي. فالسنترال بنك وظيفته انه يدعم بالسيولة للبنوك التي تحتاج عند الحاجة. طيب اي من المراكز المصارف المركزية التالي لا يقرد. ما بيعطيك مصاري حتى لو تحتاج. راح اعطيكم اربع اسئلة. عادة من الامتحان يكون في اربع اسئلة واحد منها صح. المركز الامريكي. طبعا بقولوله الفيدرالي. القوسين الفيدرالي. وعندك انت البريطاني. المركزي البريطاني. عندك المركزي الاوروبي. اللي هو يوروبيان سنترال بنك. اه وعندك المركزي الياباني. اللي هو الجابانيز طبعا سنترال بنك. اه بس نشوف هون نواد تذكير المشاركين انه الى الان ما زال على اصحاب الوظائف واجبت التشجيل ان يحصلوا على شهادة المقدمة في الوراق المالية في اكتوبر الفين وعشرين. ثم يصدر اي تجديل او الى الان. طبعا ممتاز. طبعا نرجع الى سؤالنا. اي من المصارف المركزية التالية لا يقرد. الامريكي البريطاني الاوروبي الياباني. يلي بيشتغل بقطاع المال بيعرفون الهول كلهم. بس ما بيعرف الاختلافات الصغيري يلي بيختلفوا فيه. فانا من هذا ال من هيد الصفحة رأعطيكم ثلاث اسئلة بيجوا بالامتحان. لفرجيكم انه في اوقات سياسة بتركز على اشي كتير. الجواب هو الاوروبي. البنك المركز الاوروبي. لديه جميع وظائف البنك المركز العادي. يحدد سعر الفائدة. يصدر العملات اليورو. يصدر القوانين واللوائح. عنده جميع الوظائف البنك المركز العادي ما عدا. وظيفة الاقراض. المصرف المركز الاوروبي لا يقرد. ليش? لانه اذا بنك ايطالي مثلا بده بده مصاري. لو ان بيروح? بيروح للمصرف المركز الايطالي. ما بيروح للمصرف المركز الياباني. هيدا اول سؤال. كتير بيجوا الامتحان وكتير تلميز بينسوا. نعطيكم سؤال تاني نفس الشيب هذا النطاق. اي من البنوك المركزية التالية لنقول لا يدير الدين العام. دين العام ودين الحكومة. دين الدولة. معظم البنوك المركزية حول العالم هي المسؤولة عن دين الدولة. حتى انهم العالم العربي. بين هول الاربعة في بنك مركزي واحد مش مسؤول عن الدين العام. هون الجواب هو البريطاني. ليس مسؤولا عن عن دين العام. ادارة الدين العام تقع تحت الخزينة. شفتوا كيف الفرق بينيتهم? مسؤال اخر اي من البنوك المركزية الاخرى التالية عفوا. لا 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 يقدم تأمين على حسابات التوفير. حسابات الادخار والتوفير حول العالم من ضمنها هون بالامارات. انت السيفينجس الالك مدعومي من البنك المركزي. اذا البنك افلس البنك المركزي بيعطيك مصرياتك. معظم بناك البنوك المركزية حول العالم عندها تأمين على الايداعات. ما عدا بنك منكزي واحد. هو ايضا البريطاني. حماية الودائع موجودة في بريطانيا ولكنها تقع تحت الخزينة وليس تحت البنك المركزي البريطاني. التفاصيل الصغيري لازم تعرفوه. سؤال عم بيقول ما هو دين العام? دين الحكومة. دين الدولة. الدول بتتدين بين بعضها. عليها ديون. خلال معظم دول خليج ما عليهاش الدون لانه عندها فائد. كي ندرسه بالبيئة الاقتصادية عندها فائد. هي تصدر اكثر من هي تستورد. بس معظم الدول عندها دين. البنك المركزي بيدفع. وسؤال اخير كمان برضو من من هول الاربعة. آآ خصائص البنك المركزي الامريكي. معظم التلميذ بفكروا ان البنك المركزي الامريكي او الفدرالي. الفدرالي هو البنك واحد. لا. الفدرالي هو اثنى عشرة بنكا. آآ يديره مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء. يجتمعون كل ستة اسابيع. كل هول في عليهم سؤال بالامتحان. انا فرجعت كل نقطة واحدة بس. البنوك المركزية شوفوا كم سؤال بيجي عليه. بعضوا سؤال تاني. البنك المركزي الاوروبي. طبعا البنوك مسؤولة ايضا عن معدل الفائدة ومسؤولة عن معدل التضخم. فبيجي سؤال بالامتحان في الاتحاد الاوروبي. يحاول المصرف المركزي الاوروبي ان يبقي التضخم بين اي حد. يعني بين واحد خمسة بالمية ادياش بده التضخم. الجواب هو شوفوا بالظاف كيف بيجي الزواب. نسخ. يحاول البنك المركزي الاوروبي ان يبقي التضخم في الاتحاد الاوروبي قريب. وبقى تحفظون حفظه. قريب الى ولكن اقل من اتنين في المئة. على المدى المتوسط. يعني على مدى سنتين ثلاثة. هيدا يجي نسخ بالامتحان. قريب الى ولكن اقل من اتنين بالمية. ممكن سي عيسا يتقلك قريب الى ولكن اعلى من اتنين بالمية. شوف خطأ. ممكن سي عيسا يتقلك قريب الى ولكن اقل من اتنين بالمية على المدى القصير. خطأ. في بعض الاشياء الصغيرية هون ما بينتبهها للتلميذ اللي هو عم يقرأ. ممكن هالجملة انت تشوفها بالكتاب وتمشي. خلص لا تجيب الامتحان رح تنساها. هيدا السبب نحتاج. نحتاجه انك تحضروا المحاضرات تكونوا مباشرة وحيا. تحضروا الفيديوهات بعدما يتم تسجيلها وتقرأوا الكتاب وتحلوا اسألة الامتحان. نحن هيك يلا بعد شواء على الاستراتيجية للدراسة. بس انا بعطيكم مثل عن السلية اللي بتيجي بالامتحان. نكفي. العنصر الثالث اول الفصل الثالث. الاصول المالية واسواقها. شو الاصول المالية الموجودة في السوق المالي بشكل عام? اول شي عندك الايداعات. نعم تعتبر الايداعات في البنوك من الاصول المالية. انت عندك مصاري يا بتحطها بالسوق السوق المالي في الاسهم والسنديات. او تحطها في الايداعات. او في المشتقات او في العقارات. اولها الايداعات. كل اصل من الاصول المالية لازم تعرف انت خصائصه. يعني ميزاته وسلبياته. اه ممكن عيد اخر شيء ولا سوري بس اه سكرت صفحة ومعاش فيني ارجع لها. عفوا النينو. ممكن تسألني اذا بدك هلا على الواتساب بس نخلص. الاصول المالية سنغطي الايداعات. ثم نغطي الاسواق النقدية. اسواق النقد. الموني ماركتز. للاسف نحن معنا سوق نقد او بالعالم العربي. خرى باوروبا وبامريكا موجود. اسواق النقد اللي هي فيها اوذون الخزينة تريجوري بيلز. اللي هي فيها فيها الاوراق التجارية كوميرشال بايبر. فيه فيها السرتيفكة اللي هي شهادات الايداع. اللي هي تختلف عن الايداعات في البنوك. تدرسوا خصائصها. هذه هي شهادات وسندات آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ في العقارات. سنضيق العقارية بنحكي عنها بعد شوي. اه وبيجي الفوركس يلي هي الصيرفي. سعر الصيرفي. اه سعر الصرف مثلا نقول اه الاسترليني لي الكويت الديناري مثلا. الدينار الكويتي عفوا. اه نقول زيرو بوينت فور اليوم. طيب ممكن سي اي ساي تقول لك بالامتحان اذا كانت الفائدة في بريطانيا اثنين في المئة الفائدة من البنك المركزي. وكانت الفائدة في الكويت سنة ثلاثة في المئة. هل يمكنك حساب سعر الصرف سنة القادمة? نعم. في معادن في الرياضيات نعم. اتوقعوا بهذا الامتحان اسئلة في الرياضيات. هل بنقلكم ان شاء الله بالصفحة اللي جاي كم سؤال بيجي وكم منها بيجي برياضية. ها هون النقطة نحن نغطيها بالفوريكس او بالصرف الاجنبي. حساب سعر الصرف المستقبلي على اساس سعر الفائدة الحالي. وبتحكي شوية عن خصائص الفوريكس. هذا العنصر التالي. العنصر الرابع او الفصل الرابع. الاسهم هذا اكبر فصل واطول فصل. اه. واده شي مليح لكم لازم يكون كتير منكم بما انكم في القطاع الاستثماري لازم تعرفوا ان الاسهم سندات. شو روح نغطي بالاسهم? الاسهم العادية والممتازة. احن نغطي الفريق بينتهم. رح نغطي اجراءات الشركات مثل اصدارات الحقوق اصدارات الرأس المال اصدارات البونوس اصدارات المجانية. اه تجزئة الاسهم. اه تجم تجميع الاسهم. كله هون راح ندرسونه. هاده اجراءات الشركة. ثم راح نغطي اصالات الايداع. اصالات الايداع هي احد انواع الاسهم. بعدها هنغطي المؤشرات هن في شوية تحفظ بكون تحفظوا المؤشرات تقريبا لست سبع دول المؤشرات الاندكس عندك انت الاس ام بي والداو جونز في امريكا انت عندك الستريتس تايمز في سنجابورا انت عندك الشانجهاي كومبوزيت في الصين استراليا الهند فرنسا الفرنسا كاك اربعين فرنسي ألمانيا زترا داكس كل هالمؤشرات بكون تحفظوها ولا اي دولة بتتبع سؤال هل من احد المشاركات لا تستطيع التواصل من احد المشاركات لا تستطيع التواصل هل يطبق علي هيدا السؤال وبدك تسأل الادارة عندك وبدك تسأل الهيئة من حسب وظيفتك اذا طلب منك اذا انت وظيفتك تقع تحت المتطلبات نعم تقع عليك لازم تسألوا يلي ما بيعرف بعده لازم يسأل حالا يعني بس نخلص من محاضرة اليوم تسألوا اليوم او بكرة تصلوا بالهيئة كلموهن واعطوهم انا وظيفتي كذا 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 بالشركة الفولونية كذا كذا هل يجب علي ان اخد شهرات السياسي احكموا سؤال الاخر هل يعني الاشخاص الذين اديهم خبرة تزيد عن خمسة عشر سنة نعم بعدت انا قرأت مطرحة في القانون انه يلي عندهم خبرة اكثر من خمسة عشر سنة في اعفاء على الاكيد في اعفاء نحن قلنا انه في عناك ثلاث مؤهلات المؤهل الفني المقدمة هذا يمكن ان تعفى عنه اذا عندك انت شهادات او خبرة بتقدمها للهيئة ممكن تعفيك الهيئة عن هذا المؤهل الفني اللي هي هذه الشهادة واهل الرقابة اللي هي قوانين ولوائح الامارات لا يمكنك ان تعفى عنه لو عندك دكتوراه قدك تاخد هالشيئ دي عنك المؤهل التخصصي انا ما لاحظت او شفت اذا فيه اعفاءات عنه ممكن يكون فيه اعفاءات عنه بس بتتكلم الهيئة بها كل شي منقوله نحن بهذا الفيديو او بتسمعوه من تداول او من اتحاد الشركات هو فقط كنصيحة بس نحن بالاخر لسنا المرجع الاخير المرجع الاساسي والاخير هو عن كل هيئة نكفي هذه عن فصل الاسهم فصل السندات العنصر الخامس السندات ندرس السندات الحكومية هون فصل الخامس والسادس يمكن اكتر فصلين في حفظ فيه جدول هيك نحن عاملين جدول بالكتاب ست سبع صفحات من الحكي عن سندات الحكومية الامريكية والبريطانية والالمانية والفرنسية واليابانية تدرسوا خصائصهم في ست سبع صفحات والله بيتجار التلميذ شو عملنا نحن لخصناها بجدول واحد بصفحة واحدة في حفظ باكن تحفظوا ايام التسوية كم يوم بدو السند لتسوية مثل امريكا وبريطانيا يوم واحد تي بلوس ون المانيا وفرنسا تي بلوس تو باكن تحفظوا من هي الجهة الحكومية التي تصدر هذه السندات في بريطانيا مكتب الدين العام مثلا في اليابان ووزارة المالية باكن تحفظون له الكل اساميهن باكن تحفظوا الاسامي السندات القصيرة الاجل ومتوسط الاجل وطويلة الاجل فصير الاجل في امريكا هو السند يلي عنده اللي عمره اقل من سنة في بريطانيا فصير الاجل هو السند يلي عمره بين ست بين صفر وثلاثة سنين نفس الشي بيختلفوا في اليابان وفي في المانيا وفي فرنسا فكل دولة سنداتها قصيرة وطويلة ومتوسط الاجل يختلف اعمارها وباكن تحفظوهن في سؤال مضمون على اعمار السندات سند حكومي الماني متوسط الاجل كم عدد السنين هن بيجي الحفظ وعندها عن سندات كمان سندات للشركات هي سندات قابلة التحويل سندات صفرية القصيمة نحكي عنها بالتفصيل ان شاء الله وبتحكم وتعرف الفارق بين العائد الثابت والعائد الاجمالي عند الاستحقاق لأن احنا بنقوله بالانجليز الانيوال ييلد والييلد 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 والمعظم كنوا بيعرف كلمة بس مش هذي الكلمة المضبوطة لازم تستخدموها ييلتو ريدامشن هي كلمة امريكية هاي دي شهادة بريطانية نستخدم العبارة هي لجرس ريدامشني كاف الفارق بين هالنوعين من العواد كيفية الحساب لعائد الاجمالي مش مطلوبة ولكن كيفية الحساب للعائد الثابت مطلوبة بالامتحان وبتيجي بالامتحان سهل جدا اللي هي الكوبون على السعر هذا بالنسبة للسندات العنصر السادس المشتقات المالية وهذا أصعب فصل ولكن لحصل الحظ أنه بالامتحان بيجي منه خمسة أسئلة يللي تقريبا عشرة بالمية بالامتحان أصعب فصل ليش؟ أن المشتقات بكفكرة دريفاتيبز باللنوب الإنجليزي إن أصعب نقطة أو أصعب موضوع في القطاع المالي ما هي المشتقات المالية؟ العقود الآجلة العقود المستقبلية العقود الخيارات عقود المبادلة هذا أكتر فصل نحن منحس أنه العالم تستطيع جدا صعب وخاصة للأوبشنز القول والبوت أوبشنز يللي أنه خيار الباع وخيار الشراء توقعوا هذا العنصر السادس والفصل السادس شوية عزبكم بس نحن عنا فيديوهات وعن أسئلة إن شاء الله بتساعدكم العنصر السابع صناديق الاستثمار شو نحن ندرس فيه؟ نحن ندرس فيه إن إحنا الصناديق المفتوحة الصناديق ذات النهاية مفتوحة الصناديق ذات النهاية مغلقة الصناديق ذات النهاية مفتوحة هي الميتشول فوندس الصناديق المشتركة اللي هي صناديق المؤشرات وعندك الصناديق المغلقة اللي هي الصناديق المدرجة مثل الصناديق العقارات الريتس وإلى آخره بيجي كتير سناديك المفتوحة والمفتوحة. بنحكي عن سناديك العقارية. بنحكي عن سناديك المؤشرات. سناديك التحوط. نحكي عن سناديك الملكية الخاصة. كمان هون هذا الفصل في حفظ. بس مش صعب هذا الفصل. سهل نسبيا بس فيه شوية حفظ. بس الفرق بين السناديك. السناديك المفتوحة مش كلها من طلب بعض. يعني السناديك المشتركة تختلف في امريكا تختلف عن بريطانيا. وتختلف عن سناديك المفتوحة الاخرى. من يملكها من يديرها تسعير السهم. يختلف بين بعض. بيجي عليك وبيجي عليهم اسيبهم. رجاء من الجميع الحاضرين اعطاء تقييم عن محاضرة واسلوبها وان كانت لكم التطريبات لحكيكم المخادرة عن تسجيلكم بالشهادة. نعم عن تقييم اذا تبعطوا التقييم تكلموا محمد. نحنا ما عملناش ما فيش عندنا الحاليا. هذه مش دورة. هذه جلسة. تقييمات محمد بيكلمكم ان شاء الله بتعطوا تقييمكن للا الاتحاد مباشرة. العنصر الثامن. اللوائح النظمة. والاخلاقيات. ندرس فيها نحنا الايوسكو. اتحاد الهيئات حول العالم. بندرس فيها الاخلاقيات. شو مطلوب منك. شو لازم تعمل. شو ما لازم تعمل. مدرس منا تمويل. عفوا. الغسيل الاموال. مدرس منا تلاعب بالسوق. موني لوندرين. ماركت ابيوز. انسايدر ديلين. الجرائم بشكل عام. الجرائم واللوائح النظمة. والرقابة عليها. سهل مش صعب. عنصر التاسع. المنتجات المالية الاخرى. نحن بالكتاب كله بيكون غطينا الايداعات والاسهم والسندات والعقارات والفوريكس. آآ والمشتقات المالية بيبقى منتجان جدا مهمين ان حسابات التقاعد. ان كانت حكومية او ان كانت آآ آآ عملية من العمل من الشركة اللي بتشتغل فيها. وعندك انت المنتجات التأمين. وخاصة تأمين على الحياة. النوعين تأمين على الحياة. تأمين مدى الحياة وتأمين المؤقت. وهذا بكون انت عندك انت المنهاج للشهادة. بشكل عام. انا اتوقع انه شوي تتعذبوا هون. في السندات في المشتقات في السندات الاستثمارية. ليش? السندات والسندات الاستثمارية فيها حفظ في جداول للحفظ وكتير تلاميذ بيقرهوا الحفظ. مشتقات المالية لانه مفهومها صعب شوي. هون اكتر شي راح يشوي يوجع الكرة. مش ان شاء الله نحنا نسبة النجاح عن تداول اربعة تسعين بالمية. يعني العالم اللي بترصب عندنا هي العالم اللي بترصب لانه عنده عنده مشاكل. مشاكل بالشغل. عنده مشكلة مع مديره او عنده مشاكل خاصة. اه ما عم تسمح له انه يدرس يعني مثلا بعطيكم مثلا عند احر بتلميذة حميته خلته يسقط. يعني اجت على اساس تقعد عنده اه اسبوع اعرض شهر. هلكته بالبيت. حكي حكي حكي. بقول لي كريم مش عم بقدر يدرس ومع متخلي مش عم بتهنى بحياتي. حرام متعزب يعني. فانا انا مفينيش نجحه. ومش عم يقدر ينجح. هاي الحالات الخاصة هي الوحيدة اللي بترصب عندنا. الكل بينجح. ازا مش اول مرة الكل بينجح من تاني مرة. طبعا احنا احنا نحاول ان نجحكم من اول مرة. ما بحب ابدا اي تلميذ عنه انه ما ينجح من اول مرة. ولكن احنا لاحظنا انه اللي ما ينجح من اول مرة هو اللي بيكون استهان بالامتحان. بقول لك انا مدير وانا كبير انا بفهم انا خالص ومعي دكتوراه ومعي كذا كذا. شو هذا الحاكم وقدمة في الوراق. انا شفت الكتاب شفته سهل كتير. بروح بقدم وبيرسب. وطبعا ببعتلي ميسيش كريم بليز لا تخبر حدا اني رسبت ما بدي انا موظفيني عندي بقسم انه يعرفوا انا مدير. طب ليش سويت هيك من اول الطريق? ليش ما درستش? ليش لا تحرج حالك? اعطيها شوية وقت. كدورات هذه الشهارة تحتاج الى تقريبا عشرين ساعة من المحاضرات. مباشرة. من الصف يعني ان كان صف ولا ان كان اونلاين. تخلص. مننصحك تعطي لهذه الامتحان تقريبا ثلاثة اسابيع او اربعة اسابيع ان كنت كل يوم عم تدرس ساعة او ساعتين. تعطيه ثلاثة اسابيع اربعة اسابيع دراسة. تقرأ الفصل. احضر الفيديو. بتحل اسألة الامتحان. الفصل. تسوي هيك فصل 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 فصل. في بعض الفصول بتخلص معك بليلة. في بعض الفصول بدا يومين تلاتة. متل فصول الاسهم والسندات المشتقات. ثلاثة اسابيع بتخلص الكتاب. تعملك مراجعة وبتروح للمتحان. ما ما فيش حدا وراك. عندك الاكتوبر. خد وقتك. اعطيها وقت. ادرسها لا تستخف فيها. وان شاء الله بتنجحها. خينا نشوف هلا نقطة. السؤالنا بقول من احمد حاملية السي اف اي معفيين من هذه الشهادة ما عندي علم. عندنا هون في الامارات اذا انت معك سي اف اي ممكن تقدم لعند الهيئة وتقل لها عندي انا سي اف اي ممكن ان هيئة تعفيق ممكن لا. هون شي راجع على الهيئة. احد الاسباب لانك تتكلمهم. انا عندي سي اف اي معفي ام لا. خينا نحكي شو معنا هذا الاختبار شو تتوقعه بالامتحان. هذا الاختبار الكتروني. يعني بتروح لعند تست سنتر. بس ينحجز لك امتحانك ان شاء الله. بيصلك ايميل انه الاستاذ كريم شكرا لحجدك الامتحان. امتحانك يوم الاربعاء في سبعة عشر يونيو الساعة الثامنة والنصف او الساعة الثالثة ظهرا. الساعة لانت بتختارها. وهذا هو عنوان المركز. تروح على مركز لازم توصل على مركز قبل بنص ساعة. مع هويتك او مع جوازك. هوية اي شي معصورة اليك. من فضل الهوية او الجواز. تعطيوني. تروح تقعد على الكمبيوتر. بيفتح الاختبار قدامك. بيبلش ستارت. بيطلع لك خمسين سؤال. سؤال ولا سؤال? خمسين سؤال. عندك ساعة. خلص الخمسين سؤال. يعني عندك تقريبا معدل دقيقة وعشر ثواني. دقيقة وعشرين ثانية على كل السؤال. بعض الاسئلة بتخلصها باقل من دقيقة. في بعض الاسئلة بارك اكتر من دقيقة. تطبط وقتك. هي تلميذ بيرسبوه لانه ما بنتبهو على الوقت. نتيجة فورية. بتخلص كذا كذا. بيطلع لك ورقة قدامك. بيطلع لك باس او فيل. هلأ بدك تعرف قداش انت جبت علامة سكور. على حساب. انت بس تحجز الامتحام. كيف عندك حساب على موقع cisi.org عندك اكاونت عليه. بنحكي هذا الموضوع بعدين. بتعمل على اكاونت cisi.org بيبين لك لتعرف الرقم اللي انت شبته عليه. تقبل الشهادة. cisi ما عاش عم تبعد الشهادات بالبريد. الشهادة تصيلك كPDF. تحت حسابك في cisi.org. تغري حد لسكور بيجي فيه زر button download certificate pdf. تضغط عليه بينزل certificate. كPDF. اول مرة بتضغط عليه لهذا الزر بينزل certificate مكتوب عليه original. تاني مرة بتضغط عليه للزر بيصد مكتوب عليه copy. فانت لما تنجح وتحصل على الشهادة وتضغط اول مرة. هذا الملف اللي بتحصل عليه احتفظ فيه بثلاثة اربع مطارح. لانه هذا ملف اذا ضاع منك. كل الشهادات بتوصل كل نسخات الشهادة حكوم مكتوب عليه copy. معاش يصلك شي اسمه original material. يمكن اعادة الاختبار اعادة مرات نعم. رسبت اليوم لقدر الله لقدر الله. فيك ادما انت بدك يومين تلاتة سنة الخميس. انت بدك في تجاعة ادمه. مش مشكلة ابدا. يمكن اعادته الثلاث مرات. اذا رسب بعد ثلاث مرات. انا ما ما عندي شي هيدي رسوب ثلاث مرات وربعة. الا اذا في حالات خاصة جدا. يعني صفر فاصل صفر واحد بالمية من التلاميذ بيرزبه ثلاث مرات عندي. اذا رسب ثلاث مرات سي اي ساي بتجمدك. يعني معاش تسمح لك انك تحجز الامتحان. بتجمدك لشهر. يعني بتقول لك روح ادرس. ثلاث مرات رسوب هاد. بتقول لك روح ادرس. بعد شهر. فيك ترجع تحجز عاود. لس ما ما اعتقد حدا فيكن يروح لثلاث خاصة خارج. الحاجز مباشرة مع سي اي ساي. فيكن انتو تحجزوا كافراد. على موقع سي اي ساي باستخدام الكريدت كارد للكم. فيكن تحجزوا عبر الشركة اللي انتو فيها الاتش ار. ممكن اتش ار يكلموا سي اي ساي وقولوا احجزوا لفلان فلاني. سي اي ساي تبعث الفاتورة للبنك او للشركة. والشركة تدفع عنكن. او فيكن تقولولي انا او للاتحاد انو احجزوا لي انا اسمي احجزوا لي باليوم الفلاني بالساعة الفلاني. ببعث لكم فاتورة الكم ببعث لكم سياسة احتبعتنا الفاتورة. زي احنا حجزنا عنكن سياسة بتبعتنا الفاتورة ونحن ببعث لكم اياها الكم. الكم انتو للبنك اللي انتو فيها حسب الاتفاقية اللي امتفق عليها ان شاء الله مع الاساس محمد فوزي ومع الاخت فدوى بعدين. ولكن حجز الامتحان جدا سهل وما يشغلكم بقلكم. اللي لازم انتفكروا فيه انتو هلأ انكم كيفا كنتنظموا وقت كل. فدكن فدتوا تسابيع شهر دراسة زبطوها في رمضان بعد رمضان. انا كنتقول بزمنات انو يا بقى ممتاز اجا رمضان دراسة من رمضان ممتاز. ما فيش شغل العالم اعادي ببيوتها هلا في عنا كورونا واعادي ببيوت رمضان. تبين لا. تبين ان احنا برمضان اكسل شي. انو بيجي بقى الافطار وشوف الولائم. ساعة عشرة عود في عندك الصحور. اكل. بظل اكل واكل 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 وانام ومن امرض. انا برمضان اذا انت عم تفكروا تدرسوا برمضان. بقى بعض تدرسوا برمضان. اللي ازا فيكن تدرسوا بنهار يعني. مهم شي راجع لكم. تضبيط الوقت راجع اليك. تبليش من هلأ. فكر كيف تبقى تضبط وقتك. سؤال. هل هناك اسئلة استطيع ان تدرب عليها? نعم. نعم. نعطيكم كتير اسئلة. كتير. على المنصة. كتير في اسئلين نحاول انتدرب. اه نكفي. اذا رسبت الامتحان كما را استطيع الاعادة. ثلاث مرات. بس برجع بزمدوك السي اي 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 اي. اه حامد الحامد يقولنا بليز ماين دي تايم وف دي لكشور ان دي سيشن. يس. اه تخطينا عشر دقيق بس نحن ابتدنا شوي اكتر. معلومات عامة. ما نحن نحن نوقف المحاضرة بس عشان الوقت يعني. يلي بدو يفيل محاضرة مسجلة. ننتبه الاخر منصة تداول عفوا. فصائص المنصة التعليمية وتطبيق الجوال. منصة التداول انتو عنكن اكسس عليها. اه كانت اول منصة بالعالم. يلي عندها هاي دي المواد بالعرب. محاضرات حية ومسجلة هاي المحاضرة حية. جميع محاضرات هتكون حية معكم الله. وراح نسجلها متل عم نسجل نحن هاي دي المحاضرة. فيكم تحضروها انت بدكن. ازا باكنت جاء تحضر هاي دي المحاضرة عاود. عم قلو لوج ان اليوم بالليل او بكرة. راح تشوفوا تسجيل اه جلسة الجلسة التحضيرية. تحضروها عاود بتشوفوه. ملخصات لجميع الفصول نعم معنا ملخصات. بنك واسع من الاسئلة نعم معنا بنك كبير. تفاعل تفاعل مستمر مع المدرب. عفوا هاته تليفوني عام بيرين. تفاعل مستمر مع المدرب نحنا موجودين معكم واتساب. نحن موجودين معكم اتصال. حتى على المنصة في المطرح اسمها منتدى. اطرحوا الاسئلة البتكونية اهنيك. اطرحوا الاسئلة البتكونية وهنيك في المنتدى ونحن بنجاوبكم له. يلي ما استخدم تطبيق الجوال فيه استخدم. نستعمل تداول مثلا لو اسمه تطبيق على على الاب ستور. كيرا تلميز بيستخدم مرة التطبيق على الاب ستور. او استخدم الويب سايت. استخدم الايباد. وبس سؤال على الخير في حالسنا نحنا بنساوي في حالسنا نسوي نحنا ان شاء الله المحاضرات الحية ننصحكم ان تستخدموا الحاسوب. اللابتوب او الديسكتوب. نعم كل هيدا ممكن انتو تشوفوه على اليوتيوب او ممكن تستخدموه على التطبيق الجوال او الايباد. ما بننصح لانو بدك شاشة كبيرة شوية عشان تشوف. واذا راك تعمل التشات يكون في عندك شوية توسعة انو ما تزرق الشاشة عندك. كله بيشترع على جميع الاجهزة ولكن ننصح بالحاسوب. بس نبلش نحنا ان شاء الله نزبط الترنامج. اكد انو عندك كمبيوتر ويجهز للاستخدام. هيك نحنا مكون انتهينا وصلنا للخاتمة. اه اي حدا فيكون عنده اي سؤال. بس كم شغلة على السريع? اولا بكون تعطوا الفيدباك بالاستاذ محمد فوزي. محمد يمكن يبعط لكم ايميل او في فورم ما بكون تملوه او في اه ما بعرف ده كم. بيز اعطونا الفيدباك على الفيدباك على الصوت وعا الفيديو كزا كزا كزا. الشغلة التانية سؤال متى تحبون ان نبدأ التدريب وكم يوم تريدون? هدا السؤال من محمد فوزي. اه هيدا بكون تضبطوه على جنب. انتو كاتحاد مع الشركات الاستثمارية بتشوفوا انتو انت كم اه انت من نبدأ. ولكن كم يوم هو عشرين ساعة? ممكن تعملوا اربع ساعات باليوم خمس تيام. ممكن تعملوا خمس ساعات باليوم اربع تيام. ممكن اكتر ممكن اقل ممكن تمدوها. ممكن تعملوا يوم واحد بالاسبوع وازبادكم. ممكن ويكايند ممكن غير ويكايند ممكن ليلا ممكن نهارا. الاخر هو بسوف تنصيق ان شاء الله بقى الاتحاد ومعلكم. طيب اه سؤال من على بس لا شوف على السريع. اعطيكم بس ديمو على السريع على 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 منصتنا. احطيكم معي شوي. طيب. هيدا المنصة اللي انتو عندكن اكسس عليها. اه هيدا اللينك عادة رح يضلوا هيدا اللينك موجود بس ما رح يكون فعالها لانه خلاص انتهت للجلسة. للمحاضرات القادمة ان شاء الله رح يكون نفس اللينك. تضغط عليها بتفوت على المحاضرة. في عندك هون الكتاب التعليمي. هادا الكتاب الرسمي من في بعض التلميذ بيسألوا كريم هل منتكل على الملخصات اللي عندك وعلى الفيديوهات وميروح للامتحان. ما بنصحك. بدونش يقروا الكتاب. الكتاب كبير. الكتاب 200-300 صفحة. بدك تقرأ الكتاب. في وقت فراغ ما عندك اي شيء قاعدين بالبات بكونت تقرأ الكتاب. رجاء ما حدا يتجنب الكتاب. نعم الكتاب في حشو. كتير كتير في حشو. بس قراء. ازا برك تنجح من اول مرة. وبعدين في عندك الملخصات. وعندك ملاف وعندك اسئلات الامتحانات والامتحانات الاخرى. هادا كلها ان شاء الله نحن مفتح لكم يا بعدين. وبعدين في عندكم الفيديوهات. بنحط لكم كمان هون روابط للفيديوهات للمحاضرات. هادا كله بيجي ان شاء الله بس يصور في بس تتبلور فكرة المحاضرة بين الشركات وبين الاتحاد ان شاء الله. بيكلموكن لاخد فدوة كل سيدة محمد بهذا الموضوع. اه نينو عم يسأل عن البوك. ديس دي بوك. تحميل الكتاب التعليمي. يلي بدو هايدا بالانجليزي موجودة. موجودة بالانجليزي ازا بدكن اياها بالانجليزي الشي راجع لكم يعني. بس كمان الكتاب موجود بالانجليزي يلي بدو يحب. داونلود ستودي بوك كله نفس الشي موجود بالعربي وموجود بالانجليزي. نعم نفيسي. نعم نفيسي الكتاب بالانجليزي وبالعربي. هلا. اللي بدو انجليزي وبدو عربي بنعطيه لتنا. مش مشكلة تختار انت اللي بدك يوم بنعطيك. وان بدي يصور في مشكلة شوي انه بس يتم الاتفاق مع الاتحاد ومع البنوك مع الشركات اللي انتو اعضاء فيها. بننتفق من اول الطريق انتو باي لغة بدكن اياها للدورة. للمحاضرة الحية اللي عم نحكي فيها. اليوم كانت بالعربي. بدكن نكفي بالعربي منكفي بالعربي. بنعطيكم على العربي وعلى الانجليزي. بس يلي بدو يدرس بالانجليزي بدو يعرف انه ما راح يكون في محاضرة حية بالانجليزي. بدو يطار يسمع المحاضرات المسجلة السابق بالانجليزي. لانه اذا اتفقت اتفق الاتحاد مع الشركات انه يكون محاضرات بالعربي. يلي بدو ياخد بالانجليزي بدو ياخدها لحاله. يعني بدو يحضر المسجل ما راح يكون في بالانجليزي. كله بيرجع الاتفاق ان شاء الله على الاتحاد. اي سؤال اخر? نحنا 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 عاملين نحنا حدود. نحنا حطين حدود. انتو هذا الدمو اكاونت. انتو معنا نكون على المنصة كلها. بس ان شاء الله تتفقوا مع الاتحاد على خطوة كيف ما نحنا نزبط الدورة بنفتح لكم المنصة كلها. عاليا في حدود على شوفوا ممكن تشوفوا على المنصة. عدد التسجيل سيكون كل كل دلك متاح لكم نعم. بس انا هلا انا انا عطيتكم الكتاب من هلا عشان تشوفوا الكتاب. حتى بالدامو اكاونت فيكن تنزلوا الكتاب نزلوا اقرأوا وشوفوه. اي سؤال اخر? امتاز? شكرا جميعا. نحنا نكون انتهينا من هيدا الجلسة التحضرية. تفاصيلنا هون ارقامنا ايميلاتنا او فيكن تكلمه السازة محمد فوزي او الاخت فدوى من الاتحاد. ازا بتحتاجوا اي شي نحنا جاهزين ناخد منكم ان شاء الله. اشتركوا في القناة